مش كده بلوش علاقة بالنقاش بس لو انت في البيج بتاع مستوىك اللي انت وصلت له قبل كده مع نادي الزمالك تحديدا كنت افضل لعب في مصر وهدف الدوري في البيج بتاع مستوىك ده لو في البيج ده دلوقتي تطلب كام في المسلم مش قصة تطلب كام كان هيدفعلك كام ساعت او هيدفعلك كام تفتكر هيدفعلك كام كان هيدفعلك كام اكيد زي الاركام الموجودة حاليا 30 مسام من يوم في المسلم 20 بس الكلام ده لو يرجع بس الرجبة دي نغيرها شوية نغيرها بس نلعب شوية ونوضيهم 6 شهور بس هو نصبهم ورزبهم طبعا بس نفسنا نشوف الاركام دي بمرضود جيد في داخل الملعب ونشوف كمان لعيبة عندها ثقافة لما يبقى بعض اللاعبين مستوى الفني في الوقت الحالي مش كويس وجماهيرك زعلانة وجماهيرك متضايقة ما طلعش اروح فرح لاصحابي ما راحش اطلع على السوشيال ميديا وتصور واقعد على البسين والناس خلي برضو في شعور ايوه النقاط دي مهمة جدا اللازم اللي عايب يحس بالمواقف اللي هو ايه حواليك بس كابتن طريق يسألك سؤال لو انت كنت تلعب كورة وعندك مناسبة مثلا في مواسكر مناسبة فرح عيد ميلاد حاجة كلنا كنا بروح على فكرة صح كده سأل هقولك حاجة التوقيت ايوه التوقيت مهم اه اتكلم بأمانة اه انا مع الموقف دوت ومش معاي ايوه المع الموقف ان انا واحد صاحبي او قريبي او اي ان كان صح اه حد يخصني بروح له وجامله ده عادي جدا ان كلنا كلنا بنعمل كبير بالضبط لكن التوقيت انا دلوقتي فرقتي خسرانة بطولة وفرقتي ماشية مش بشكل كويس وعندي اجهاد مباريات ان كل الناس عاد تقول اصلا النادي الاهلي بيلعب طولة افريقيا والمنتخب مصري واجهاد 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 صح طب انا دلوقتي اجهاد واجهاد طب ما انا اكلم لو انا صاحبي دوت او قريبي دوت بيحبك هيقولك قطر الف خيرك متشكرين المباركة بتاعتك جات لي بس انا هريح لو انت بتبص لصحتك وشغلك الصح كلعيب بروفيشنال كلعيب بتاخد ارقام ما شاء الله كبيرة كانك لعيب عشان نديك وعشان بلدك ان انت تستسمرك في الفترة اللي جاي صح بس انا انا هقولك المعلومة الاكيد انه اللي انا عرفتها لما بحست يعني نلاقي بتنادي الاهلي اللي راحوا اللي اربعة اللي راحوا هم مشوا من الفرح ساعة ساعة ونص بليل فهما ما سيهروش زي ما بعض الناس قالوا وانا معاك جدا في اللي انت قولته ده بالزبط ساعة ونص بليل وفيه فرح بيبدأ ساعة ساعة ونص بليل وضيت شاب حس من في الفرعياء لا من عند النادي الاهلي او لعب النادي الاهلي عشان توقعت كده هم مش هيقولك برضو انه وعد ساعة واحد فروحت لفين بقى رحت لمدير اعمال الفنان عبدالبسط حمال انهما جم الساعة كام قال لي هما جم تقريبا معنا ومشوا لما خلصنا الحفلة بتاعتنا الساعة كام قلت له قال لي تسعة ونص وطول لي انهما مشوا معاكوا ساعة ونص قال لي او مشوا ساعة تسعة ونص ده على هو ديتها شوف او انا بقول لك او دي رقتي عم والله يا اي بس ايا كان دي معنومة اول مرة اولها ايا كان تسعة ونص عشر ونص ان شاء الله بس الظروف دي ما تخلكش تظهر الظروف اللي انت الحالية اللي انت فيها والضغط النفسي والعصبي والاجهاد البدني بتاعك اعتقد الراحة بيبقى بالنسبة اللي هي بقى افضل عارف بقى ممكن في حاجة يتقرب كل ده كابتن طارق انا فكرت فيها برضو استغب عن الكامر بس من غير رأس بقى واستغب عن الكامر هنا 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 العقلية هنا العقلية انت طب انت مغلوب دلوقتي ما حدش همش هيسيبك احنا مزاي زمان احنا كنا نروح الافرام حدش هتتصور اغرق بالكودك صح اكيد انت لو تصورت وصورت طلع لك بعد اسبوع لكن احنا دلوقتي يقول نيسأله شعياتها يصور لك هيتقيمتك على طول انت تصورت وتنزل على السوشيال ميديا على طول طب ماهو الناس برضو وعندها احساس لكنت طلع لايف كمان لا ماهدي مشكلة نيسأله بعد شوية ربنا ايكلوه رغم ان اللعيبة اللي راحلت اللعيبة محترمة جدا مية في مية وعلى المستوى الاخلاقي اللعيبة جيدة جدا وعلى المستوى الفني ايضا اللعيبة جيدة لكن نختار التوقيت مش عارف طيب